أهلاً وسهلاً بحضرتكم مرة أخرى أعتقد أن من أعلى القضايا للتشغيل الساحة العربية اللي بتشغيلنا جميعاً في العالم العربية الأزمة الجديدة التي يدخلها لبنان الشقيق طبعاً لبنان غالي علينا جداً ولكن في أزمة حصلت بسبب وزير الإعلام الأستاذ جورج قرداحي لما أدل بتصرحات بيقول إنها في أغسطس قبل ما يتولى الوزارة وأعتبر فيها أن ميليشيا الحوثي تدافع عن نفسها تدافع عن نفسها وقال إنها حرب عبسية تصرحات قرداحي أدت إلى توطر كبير في العلاقات اللبنانية الخارجية وصلت إلى مستويات متقدمة من القرارات الدبلوماسية تلاحقت الأحداث بسرعة شديدة جداً حصل تطور كبير من أول تحميل الجامعة العربية للبنان مسؤولية تأجيج الأزمة في المحيط العربي في الوقت اللبنان طلب الوساطة الأمريكية خلونا نمشي بالترتيب ونشوف التصرحات دي لما جورج قرداحي اتكلم في برلمان الشعب على قناة الجزيرة قال إيه؟ الحلقة اللي تم إزاعتها من أيام برلمان الشباب على شاشة الجزيرة بعد إزاعتها مجرد ما تزاعت عملت ردود فعل على مستوى واسع جداً ويمكن أول تصريح طلع إن الحلقة دي مش دلوقتي الحلقة دي مسجلة من شهر أغسطس إزاي تعمل كل هذه الأزمة الدبلوماسية اللي وصلت إلى حد سحب السفرة بتوع السعودية والإمارات والبحرين والكويت من بيروت يعني أزمة دبلوماسية على أعلى مستوى وطلب مغادرة من السفراء اللبناني السفراء اللبنان في هذه البلاد طبعاً فتخيلوا بقى إن استدعاء السفرة مقابل لي إن فيه مهلات بتوصل لـ 48 ساعة للسفير اللبناني في هذه الدول إن هو يغادر طبعاً دول مجلس التعاون الخارجي القرارتها كانت مطلحة في أول تعليق لجورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني على الودود الفعل اللي حصل دي قال باللفز أنه لم يخطئ في حق أحد دلي قال يعني مفيش حاجة تستدعي لإعتذار طب إيه رأيكم خلينا نشوف رد فعله وهو قال إيه ونرجع نكمل القصة معاكم سبق هذه التصريحات للأستاذ جورج قرداحي تصرحت أكثر هدوءاً وتقديراً للمملكة العربية السعودية ولي الإمارات التي يعتبرها وطنه الثاني كانت لغة وسيطة أما هذه اللغة فبدت لغة حادة استدبعها مباشرة تصرحات من حزب الله تصرحات كلها تأييد لجورج قرداحي أيضاً كان فيه تأييدات من الحوتيين في اليمن من إيران فبدأ كأن هذه هي الكتلة كان هناك كتلة أخرى وهي كتلة الحريري سيد سعد الحريري في البرلمان اللبناني الكتلة دي دعت قرداحي للاستقالة بما فيه من سيد رئيس الحكومة اللي قال له ننتظر أن أنت تاخد القرار المناسب بما معناه أنك ترفع عننا الحرج وتستقيل ولكن لم يحدث وشوفنا رد الفعل بتاع الأستاذ جورج قرداحي أنه مش هيستقيل